كما بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء وعبر رئيس الوزراء بهذه المناسبة عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسدات من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد